نهار ده محمد صلاح نجمنا المصري الكبير كان ليه حوار مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول شوية الجمع اللي جايبهم لك دلوقتي دول ممكن يعدوا مرور الكرام على اي حد بيقرى الحوار يعني ايه ما ماشي تعيس تسمع الكورة ورأيه في ماتش مانشستر سيتي ومكمل مع ليفربول ولا مش مكمل بس جايب لك شوية جمل مهمين اوي 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 في الحوار ده تعالوا نقراهم معنا بوس يا سيدي قالك ايه العمل على التطوير العقلي اصعب كثيرا من العمل الجسدي اقضي ساعة ونصف يوميا في صالة الالعاب الرياضية ولكن العمل على الاشياء العقلية يكون اصعب كثيرا وقال لك عليك ان تجلس بمفردك لمدة 15 ديئة قبل النوم او قبل ان تستيجز والتفكير في الاشياء التي تريد تحقيقها عليك خداع عقلك واقناعه بكونك قادر على تحقيق الاشياء المميزة وبالتالي تبدأ في تحقيق النجاحات يا سلام على الفتسفة كلام عظيم هنشرح الكلام ده كل قالك 90% من اهدافي او اكثر تخيلتها في رأسي تخيلتها يعني يا سلام بقى ايه لو كسبت دوري ابطال اوروبا هو انا ممكن اكسب بريميا الليج يا سلام لو خدت افضل لاعب في الدوري الانجليزي وقال لك انت فقط تتخيل ما تريده ان يحدث وتستمر في تكراره وفي بعض الاحيان يحدث واحيانا لا زي مثلا لو هتخيل انه هياخد البالوندور ولسه مجاتش بس بيتخيل بيحلم يعني اللي بعده ما فيش اللي بعد اللي بعده ده عندي ما فيش حد هيوصل في مصر اللي عبى المصريين لللي وسلوا محمد صلاح ده اللي لما يقرأ الكلمتين لسه قريهم دول ويفهمهم ويشربهم ويخزنهم وما يطلعهمش اللي هم ايه هتروح تقول انا احرف واحد في الدنيا فيه الناس حديفة كتير هتروح تقول انا اكتر واحد بيتضرب في التدريب فيه ناس كلها بتتضرب وملتزمة وكلها ناس كويسة قوي هتقول انا اشهر واحد والناس ما قطع بعضها عليها على السوشيال ميديا وانا عندي اكتر فول ورز في العالم فيه ناس كتيرة كم قالك ان الحكاية مش حكاية تمرين وخلاص مش هروح اتضرب وخلاص قالك التدريب البدني ده اسهل حاجة تدريب العقلي ده اصعب حاجة قالك انا 90% من الحاجات اللي انا حققتها كنت بتخيلها في عقلي قالك لازم اقعد قبل ما نم 15 دقيقة في هدوء وسكون ما بتكلمش مع حد عشان ابدأ اجمع افكاري واشوف احلامي واهدافي اللي جاية تكن لما صلاح والناس قامت عليه بعض الاسقطات وهزرت والتريقت لما قالك ان احنا مشكلتنا في اللعب المصري العقلية فقال له يا سلام يعني انت الفقهة او انت اللي بتفكر والبقى ما بتفكرش ما هو للأسف صح عقلية بتشتغل على دماغك كان لسه كنت شيني حارس تشلسي معايا دلوقتي اهو السابق وبيقول لك ميزة صلاح عقله اهو ده واحد اهو من بره اهو من برانا ايطالي اهو وملعبش مع صلاح في حاجات للأسف احنا كلنا مش لعيبة بس كلنا بنتصور انها تفهى تكملية يا عم ما تأبورش يا عم يعني عقلية يعني لو انا عدت 15 دقيقة قبل ما نام يعني هبقى اعظم واحد في الكون يعني لو تخيلت 90% من احلامي قبل ما نام هحققها نقعد نقولك كلمتين دول صح اه طيبا ده ما تاخدش الكلام بجد طيب تعال ازبط هالك تعال ازبط هالك مش بمحمد صلاح تاكرين راين جيجز اسطورة منشستر يونيتد اللعب الولز العظيم ده واحد من اعظم اللعبين اللي جنف التاريخ تاكرينه راين جيجز كان لعب لحد ما بقى عند 40 سنة وخاض 963 مباراة 1000 مباراة تقريبا 1000 مباراة تقريبا تخيل راين جيجز بعد ما اعتزل كرة القدم عمل ايه راح مثلا اشتغل في التدريب مثلا او راح مثلا اشتغل في الادارة راح مثلا قالك انا انا مثلا اه هشتغل افتح سور ماركت افتح معادة سيارات اشتغل راجل اعمال راح فتح مركز لليوجا لليوجا عشان يشتغل مع بعض اللاعبين بكورة في تطوير العقل عشان هو كان فاهم انه ده زيه زي التدريبات العادية اللي هي البدنية يعني انه اشتغل معاهم بليوجا عشان اطور العقول تمام تمام ده رايان جيز فيه الناس من الجيل الحالي ما يفتكروش رايان جيز تعال بقى لكريستيانونالد حدث ولا حرج قبل كده في حوار ليه قال ان اليوجا انا بتكلم عن اليوجا ليه دايما وهم بيكلموا ليه عن اليوجا دايما عشان اليوجا دايما معروفة انها بتشتغل على العقل يعني قالك ان اليوجا الجزء الاهم من يومي الجزء الاهم من يومي فيه تعليل السعودية قالت ان كريستيانونالد اشترط قبل الرحيل الى النص وجود مكان مخصص لليوجا في المسكن اللي هو هيقعد فيه شفت الموضوع مهم ازاي مش حاجة ترفهية كده ولا شكلية لا انا همضي للنص عناية بس لو ما فيش مكان لليوجا نزعل ممكن ما جيش يا راجل اه ما دي حاجة مهمة جد طي دي حكاية من كم سنة قليلين يعني في 2020 تحديدا سنة 2020 منشستر سيتي كان بيستعد لربع نهائي دوري ابطال اوروبا والكاميرات التقطت بعض اللقطات لبيب جورديولا وهو بيخلي لعبة الستي بيلعبوا يوجا لمدة 20 دقيقة قبل بداية التمرين الاساسي لما خدوا بقى دوري الابطال على الانتر وقتها وفي الفيلم الوصائقي اللي كان فيه بيب جورديولا وبيحكي حكاية منشستر سيتي بيب جورديولا قال ان اليوجا سهمت في فوز منشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا عشان فصلت اللاعبين عن الضغوط اشتغل على ايه على العقل عارف انا بحكي لك الحكاية دي ليه ليه حكيتها كلها كده عشان لو قلتها لك لو قلتها لك تصل حال محمد صلاح ومشيت هتا يا عم يا عم بقى يا عم والطالو بقى 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 انت كلش هو هو اي حاجة محمد صلاح يقولها انتو تمشي وراك كده وش عارف ايه او محمد صلاح وراين جيجز وكريسانو نالدو وبيب جورديولا وكل الناس العظيمة اللي في العالم بتلعب كورة اشتغلت على عقلها قبل ما اشتغلت على رجلها واحنا للأسف وبقول للأسف عندنا اصلا خلل في رجلينا يعني ما عندناش لعبة جام داوي فطبيعي ان احنا يا عم دهاش وقت ان احنا نفكر يعني او نشتغل على العقل ما يعنبش لما الاول نزبط الرجل وان كان دي لو تزبطت الاول دي هتزبط احنا مشينا بالمشارب من تحت الفوق وده غلط طبعا يعني والله الكلام ده ما كلام صغير ولا كلام تافه ولا كلام قليل ولا كلام مش مهم ولا رفاهية ولا كلام ده كله كلام ده في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية انا بطلب من الاندية اللي في مصر بطلب من اتحاد الكورة بطلب من المنتخبات المصرية لازم نركز على الجزئي دي مهمة جدا احنا ما بنشتغلش على عقل اللي عابين كم موهبة جات في مصر واتضرت بسبب انها ما اشتغلتش على عقلها زي رجلها